بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد طلابنا الأعزاء عدنا لكم في حصة جديدة من حصة تأسيس الأستاذ سامر للغة العربي وعنوان الحصة رح يكون مختلف دائما العربي حلو شو عنوان الحصة دائما العربي حلو بعدين بقولكم شو قصة هاي العنوين الحلوي اللي زيكم دائما العربي حلو احنا تطرقنا في أربع حصص مضت شو أخذنا فيها أخذنا فيها أقسام الكلام وأخذنا فيها الأفعال وأخذنا فيها الجملة الإسمية وأخذنا فيها المرفوعات اليوم إن شاء الله 400 رح نتعرف على المنصوبات ظل عنا المنصوبات والمجرورات اليوم بدنا نأخذ في هذه الحصة المنصوبات من هي المنصوبات؟ المنصوبات أول شيء بدنا نعرف إنه المنصوب هو أول نوع من أنواع المنصوبات وأهمها أنا بقول المفعول به من هو المفعول به؟ هو الذي وقع عليه الفعل ونسأل عنه بماذا أو من؟ ترك الرجل ثروة هائلة فبنيجي منقول ماذا ترك الرجل؟ ثروة هائلة كافأ المدير والطالب من كافأ المدير؟ الطالب تمام يا جماعة؟ تمام يا أستاذ إذن شو عرب ثروة هنا يا جماعة؟ اسم منصوب جاء بعد فعل وفاعله يعرب مفعول به طيب كافأ المدير والطالبة من الذي كافأ الطالب؟ طالب عفوا من الذي كافأ الطالب؟ المدير هو الذي كافأ الطالب وقع عليه إيش؟ وقع عليه الحدث وقع عليه الفعل إذن الطالب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة كافأ من الذي كافأ المدير؟ كافأ مين يا جماعة؟ كافأ الطالب تمام يا جماعة؟ تمام يا أستاذ المفعول لأجله ونسأل عنه دائما بلماذا؟ مثل تصدقت على الفقير رغبة في الأجر لماذا تصدقت على الفقير؟ رغبة في الأجر رغبة هاي مفعول إيش؟ مفعول لأجله مفعول إيش لأجله أستاذ سامر مفعول لأجله نركز عليه؟ لا المفعول لأجله مفعول به بدنا نركز عليه المفعول لأجله لا ما بدنا نركز عليه تمام يا حبايبي؟ تمام المفعول المطلق من هو المفعول المطلق؟ ويكون مصدر الفعل الذي يأتي في بداية الكلام امنت بالله ايمانا عميقا هذا المفعول المطلق يأتي مصدرا تأكيدا للفظ فعله ضربته ضربا اكلته اكلا شربته شربا هذا اسم المفعول المطلق تمام يا جماعة سالسامر ركز عليه والله انا ما بدي اكذب عليك وبرضو لا برضو لا عندنا مفعيل ثانية بس انا برضو مش مركز عليها بالتأسيس انا بدي اعطيك اشي تأسيس اللي يفيدك بالتأسيس فقط لا غير يعني هذا الامر ان لم يكن موجود في مادة التوجيه او المادة في المدرسة لن تراه ابدا لن تراه ابدا مستحيل اما المفعول به لا انت والله بتشوفه المبتدأ الخبر الفاعل بتشوفهم دير بالك طيب ممتاز خبر كان يا جماعة واخواتها كان اصبح ظلا ليس سارة كانت السماء ممطرة ما اعرب ممطرة ما اعرب ممطرة يا جماعة الخير ممطرة يا استاذ خبر كان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح اسم انا واخواتها انا انا كأن لكن ليت لعل استاذ سامر كيف بدي اميز على السريح هي معلومة على السريح خذو خذوها عندكم معيني رح اعطيكوا اياها فيما بعد بس لا خذوها كيف بدي اميز بين كانا واخواتها وانا واخواتها بدنوا محفظهم كل الاساتي بقول لك حفظهم صح وانا بقول لك لا تحفظهم طب كيف استاذ بس بتجيب الضمير الها بتضيفه على الكلمة اللي انتشاك فيها انها من كانا واخواتها او ان اخواتها ان قبلت هذه الكلمة الها تقوم من انا واخواتها ان لم تقبل الكلمة هذه الها مباشرة من كانا واخواتها كانه اصبحه ظله ليسه صاره طلعت احد انه انه كأنه لكنه ليته لعله ظبطت اذا اذا قبلت الها بتقوم من اخوات انه واذا لم تقبل الها تقوم من اخوات كانه نقطه بداية سطر طيب ان السماء ممطرة الان احنا منقدر نعرف السماء ومنقدر نعرف ممطرة السماء بس لانه اسم انه انتهي اقتطينا اه بس الحصة الماضية يا دارس احنا اخذنا انه هذا ايش خبر انه والسماء هنا يا جماعة اخذناها اسم انه فبننركز على هذه الجزئيات تمام ظرفات زمان والمكان ونسأل عن المكان باين ونسأل عن الزمان بمتى جلست امام المحاضر وجئت الى المدرسة صباحا اين جلست امام المحاضر ومتى جئت اه صباحا الى المدرسة صباحا تمام تمام يخلف عليك طب استد سمر هذا له اعراب ثاني ظرف الزمان والمكان اه يعرب هذا المفعول فيه طب استد ركز عليه لا شو يعرب هذا يا جماعة امام وصباحا جاهز لك ان تقول ظرف وجاهز لك ان تقول مفعول مفعول فيه كلاهما يجوز كلاهما يجوز يعني ظرفات زمان و المكان هم نفسهم ايش المفعول فيه الحال و نسأل عنه دائما بكيفه مثل جئت الى المدرسة نشيطا كيف جئت الى المدرسة نشيطا نشيطا يا جماعة الخير هذا ايش اسمه حال ايش اسمه يا جماعة الخير حال الله يرضى عليكم تمام سيد سامر ممكن تعطينا تدريبات اكثر اه بس قبل ما ناخد تدريبات قبل ما ناخد تدريبات يا حلوين بدنا نروح على علامات النصب و بدنا نشوف النصب علامات النصب قديش الى علامة علامات النصب يا حبيبي القلب هي عبارة عن اربعة الفتحة والكسرة والالف والياء تمام الفتحة من الذي ينصب بالفتح المفرد وجمع التكسير من الذي ينصب بالفتح المفرد وجمع التكسير من الذي معلومة هاي مهم 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 اكتب عندها مهم ناائن للبعد بكرة مهم هاي معلومة جديدة مجمور ستكون على البعض من الذي ينصب بالكسرة جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة قاعدة هاي جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة دي رباك عليها المعلومة ها دي رباك طيب من الذي ينصب بالالف الاسماء الخمسة تنصب بالالف الاسماء الخمسة تنصب بالالف من الذي ينصب باليا جمع المذكر السالم والمثنى كلاهما ينصب بايش باليا يا جماعة الخير كلاهما ينصب باليا يا جماعة الخير اروه على التدريبات يا جماعة الخير ان شاء الله ربعمين امورنا بتكون طيبة باذن الله مع التدريب طيب بقول لك اعرب ما خطة تحت وفيما يأتي رأيت الطالبة رأيت انا يعني رأيت الطالبة طالبة عليها فتحة يا جماعة تمام طالما عليها فتحة بدنا نعرف احنا الان شو الاعراب الطالبة شو اعراب الطالبة الطالبة يا جماعة مفعول ب منصوب وعلامة نصب الفتح في ملاحظة في غاية الاهمية يا جماعة الخير هاي الكلمة بتستفز له استاذ بتستفز المصحح بتستفز الامة العربية كلها انا ما اعطيك قاعدة وقعت اشرح فيها الله عالم قديش عشان بالاخير بتكتب لي مين بقى به مزبطش مين به شو مين به هاي فاهمني مهندس للبيع يعني ولا مهندس بايع مش عارف لا هاي مين به هاي انسانية هاي بتستفز مين المصحح وبتستفز مين اذا هاي دير بالك اكس كبير عليها الله يرضى عليك تمام رأيت الطالبين في القاعة برضو مفعول به ها مفعول به بس مفعول به ايش برضو منصوب استاذ تمام وعلامة نصبه وعلامته نصبه ايش علامة نصبه يا جماعة الياء ليش يا جماعة لانه الطالبين في القاعة الطالبين لانه مثنى لانه مثنى جماعة بدحكي في موضوع يعني برضو حكيت فيه وبدحكي ممرة انك تغلط تقول لي هذا مش مفعول به هذا حال الاجابة خطأ ولكن مقبولة انك تقول لي اسم اه 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 انه الاجابة خطأ بس مقبولة يعني انا ما بستفز منك ليش لانك انت تهت في عائلة المنصوبات تقول لي فاعل انت جبت العيد مش جبت خطأ انت مش مارك من جنب المادة مروك دير بالك على هاي المعلومة رأيت المتسابقين في الملعب شو عارب المتسابقين برضو مفعول به يا جماعة مفعول به ماله منصوب تمام مفعول به منصوب وعلامته وعلامة نصبه ايش يا جماعة علامة نصبه ليش لانه جمع مذكر سالم وانحنا فوق قلنا من الذي ينصب بليا المثنى وجمع المذكر السالم رأيت اباك شو عرب اباك يا حبيبي القلب اباك يا حبيبي القلب تعرب مفعول برضو به وهو منصوب تمام وعلامة نصبه دير بالك وعلامة نصبه الالف وعلامة نصبه ايش الالف لانه لانه ايش من الاسماء الخمسة من ايش من الاسماء الخمسة تمام تمام السؤال ان المسلمين المسلمين نشيطان سامر كيف عرفت انه مسلمين مش مسلمين لانه اجد بعديها نشيطان تمام يا جماعة اذا مسلمين شو عربها يا جماعة عربها يا جماعة اسم انه اسم ايش انه منصوب وعلامة نصبه ايش وعلامة نصبه انا يا جماعة وعلامة نصبه اليا وعلامة نصبه ايش اليا لانه لانه ايش يا جماعة مثنى والمثنى ينصب بالياء إن المجاهدين يقاتلون كيف ليش ما قلت المجاهدين يا أستاذ لأنه عنا يقاتلون طالما عنا يقاتلون معناته جمع يا جماعة بس هنا بدنا إعراب المجاهدين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الإيش يا جماعة ليش يا جماعة لأنه جمع مذكر سالم تمام أستاذ طيب أستاذ يقاتلون شو عرابها آه يقاتلون ابنك تقول لي خبر إن لا دير بالك هذه فعل أول إيش بتسأل الكلمة انت سم ولا فعل الله يرضى عليك هذه الكلمة فعل إذن بقول هاي فعل فعل إيش يا جماعة يقاتلون مضارع تمام فعل مضارع إيش مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفعه الإيش يا جماعة ها الثبوت ثبوت النون ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس تمام تمام نقضي اللون الثاني ضربته ضربا ضربا مفعول 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 إيش يا جماعة مطلق منصوب وعلامته نصبه تنوين الفتح طيب جاء إلى المدرسة مسرعا اسم منصوب اسم منصوب كيف جاء إلى المدرسة مسرعا إذن شو عرب مسرعا يا جماعة الخير عرب مسرعا يا جماعة الخير حال منصوب وعلامته حال منصوب وعلامته نصبه الإيش تنوين الفتح يخلب عليه كان المعلم نشيطا نشيطا استاذ حال لا كيف كان المعلم نشيطا ممتاز بيجي عال بس أنا الآن في عندي أركان للجملة طالما أنا في عندي كان معناته بدأ تأخذ اسمها وين اسمها المعلم وين خبرها نشيطا إذن خبر كان عشان تفرقها دير بالك خبر كان منصوب خبر كان منصوب وعلامته نصبه الإيش يا جماعة تنوين الفتح طيب ذهبت إلى المدرسة طلبا للعلم لماذا ذهبت إلى المدرسة طلبا مفعول يلا مفعول إيش لأجله منصوب وعلامته نصبه علامة نصبه إيش يا جماعة وعلامة نصبه تنوين الفتح سافرت بعد المغرب شو بدنا إعراب هانا بعده بعده هانا منقول مفعول فيه أو ظرف انت حر ظرف يلا ظرف إيش هانا مكان ولا زمان يا جماعة هانا ظرف زمان ظرف إيش زمان منصوب وعلامة نصبه إلى آخره وعلامة نصبه الفتح ما بدنا نحكي وهو مضاف بعدين أنا ما بدأ اتطرق لك لأنني لسه ما عطتكش الإضافة فما بدأ اتطرق لك يعني اللي بيكون فاهم علي الآن إحنا لسه ما خذناش المجرات فأنا ما عطتكش وهو مضاف وقفت بعد المسجد ظرف ظرف إيش يا جماعة نفس الإعراب بس اللهم ظرف زمان ظرف مكان ظرف إيش مكان منصوب وعلامة نصبه أيضا الفتح تمام يا جماعة نخذ البادو لعل القائد مميز آه ساز هي لعلها من أخوات إن ولا من أخوات كان يلا يا حبيبي اختبر ليها لعل لعله استقاملها فيها إذن هي من أخوات إن إذن القائد شعراء بالقائد اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتح استاذ سمر طب شعراء بمميز خبر لعل والخبر لعل بيجي إيش مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفعه إيش الضم تنوين الضم معنى مشكلة مميز إن المسلمين مجاهدون شعراء المسلمين قلنا آآ آآ اسم إن منصوب وعلامة نصبه وعلامة نصبه إيش يا جماعة أليا ليش لأنه لأنه من لأنه جمع مذكر سالم طب استاذ سامر سافرت وضوء القمر هيا يا جماعة أنا ما عرشت عليها ولا بحب أعرج عليها بس جايب لك إياها بالتدريبات عشان ما تقول استاذ ما غطى لي وضوء مفعول معه ما إلك فيه ولا راح تشوف مفعول معه سافرت مع ضوء القمر مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتح إلك فيه لا ملكش يأتي مفعولا منصوبا بعد واو المعية بمعنى معه إلك فيه لا مش راح تشوفه خالص بس ليش حطت لنا يا استاذ عشان ما تقول لأستاذ والله إنه لأن أنا بحكي عن المنصوبات لازم أذكر المنصوبات طالما أنا بحكي عن المنصوبات لازم أعرج عليها ذكرا بس عرج عليها ذكرا يا جماعة الخير تمام يا جماعة هيك شو الوضع طيب هيك إحنا يا جماعة خلصنا بعون الله بعون الله خلصنا المنصوبات أمورنا طيبة في المنصوبات حلوا الأسئلة على هذه المنصوبات واللي بده التدريبات إضافية ابعتلي على الواتس أب مباشرة أنا رح أبعتله يا جماعة الخير أوراق عمل بهذه المواضيع المنصوبات والمفعات يعطيكو شبابنا صبايا ألف مليون عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته